نتحدث أكثر عن هذه القمة كيف افتتحت وبيانة الختامي طبعا من الرياض مع الكاتب والمحلل السياسي سيد منيف عماش الحربي مساء الخير أهلا بك معنا سيانة الأمن القومي طبعا عنوان البيان الختامي إلى أي درجة توقيت هذه القمة هذه المرة بهذه النسخة يجعل الوضع مغايرا تماما يجعل رمزيتها مغايرة عن أي نسخات سابقة طبعا ما في شك أن المنطقة هي في حالة تدخلات دولية خاصة في الموضوع السوري وبالتالي هي بحاجة إلى إعادة تحديد مفهوم الأمن القومي والسعودية قدمت مبادرة لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات المشتركة المرحلة استثنائية وبالتالي هذه القمة فيها العديد من الملفات سواء من الخطابات التي تلقاها القادة والرؤساء تسميتها باسم قمة القدس التي سماها خادم الحرمين الشريفين يؤكد على إعادة تأكيد على محورية القضية الفلسطينية خاصة ميسون تعرفي في الفترات الماضية شاب موضوع القضية الفلسطينية العديد من اللغط الإعلامي وجاءت هذه القمة للتأكيد على محورية القضية الفلسطينية والمبادرة العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية فبالتالي إعادة القضية الفلسطينية كقضية محورية ورئيسية الخادم الحرمين قدم اليوم 200 مليون دولار 150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس و50 للأناروا وبالتالي أعطى أهمية كبرى وعادة القضية الفلسطينية لواجهة الأحداث وهذه كانت مرحلة مهمة أيضا الرفض العربي لقرار ترامب بنقل السفر الأمريكي إلى القدس والترحيب بالمواقف الدولية الرافضة لهذا القرار اشتركوا في القناة